شخص صالح ما موقف المسلم الحقيقة من هذه الأحاديث الضحيفة الذي تتداول ولماذا يتداول الناس مثل هذه الأحاديث الشيخة الحاديث ليست ضعيفة على حديث الضحيفة ليست على حد صف منها ما له شواهد تقويره تؤيده هذا لا يعمل به نظرا للشواهد قد يترقى من الضعف لا أن يكون حسناً يغيره يعمل به وأما الأحاديث التي ليس لها شواهد الأحاديث الضعيفة التي يسألها شواهد فهذه لا يعمل بها ولا يعتمد عليها إلا ما ذكر العلماء من أنها يمكن الاستئناس بها في فضائل الأعمال لكن لا يبنى عليها أحكام شرعية لا يبنى عليها تحليل ولا تحليل ولا إيجاب ولا سنية مدامة أنها ضعيف لحشة واحد مثل إيشي طبيلتي الشيخ يعني لحشة واحد قلتم إن جاء بمعناها أحاديث إن جاء بمعناها أحاديث كثيرة نعم وهي إما صحيحة وإما حسنة فإنها تؤيدها ويعمل بها ترجمة نانسي قنقر